نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم اسعد ليام يا فاهم احلى راديو توا السبعة وتسعة دقايق اه في عمر برنامجكم جديد اللي يتواصل حتى للنهاء التسعة عصباح من نهارة لحد اليوم خمسة نوفمبر الفين وثلاثة عشرين اللي يوافق واحد وعشرين ربيع الثاني اربعة عشرين مية وخمسة واربعين من هجرتي مله العز والشرف اليوم نهار جديد في حلقة جديدة من برنامجكم الصباحي المتينة التالويكان اللي نتواصلوا فيها كما قلنا حتى لتسعة عصباح فقرات نحاولوا تكونوا اخف ما تكون على على قلوبكم وعلى نفوسكم نحاولوا نخفوا اه عليكم اه ضغط الزمن اه نهارة حد اه اليوم اه الاعباد يحضروا في الروح من العودة المدرسية نتعى غدوة بعد انتهاء العطلة نتعى الاسبوع اللي فاتت اسبوعين للناس اللي يقرأوا على الغجين فرانسي لكن قمام غدوة العودة المدرسية للناس لكل فنعرف اللي لما هات لكلهم اليوم من الصباح اه بدأوا يحضر في الروحب ولو صغار من اليوم بدأوا يرجعوا يرقدوا صبحوا ريقدين ما يقوموش بكري كيما ايامة صلاح على الاخرين اليوم يقوموا فيهم بكري عادة لا اليوم مش بدأوا يرجعوا يقوموا بمخة مش بدأوا يبدأ عن تشيح ريق قوب نراح فيق البس افطر مش تخرج نراح تبدأ ريقها شايح مسكينة في جروتهم على كل حرب بفضلكم وميمتكم الكل اللي اه الميمت اللي غابوا علينا الله يرحمهم والله يرحم اللي يفرقون الكل سواء في تونس ولا خارج البلاد وخاصة نخصوا بالرحمة شهداء شهداء الحرب شهداء الظلم شهداء القصف شهداء العدوان في اي مكان وبالخصوص في اه غزة اه نصبح عليكم ونصبح على جهان صباحي جهان صباح الخير ستورة صباح النور لليا سمعوا فينا الكل كيما قلت اليوم ما هوش نهار عادي يوم نهار تحذيرات العودة المدرسية تعرف توا بشي الصغار فما فما صغار بشي جيوا لاميتهم ايا مما عنجي القراية هذي توا يتفكروا هاذا يلزمني نحفظ المحفوظات هذية والام يلزمها تدوش لهم ويلزمها تقريهم وطيب الفتور وتحاضر فتور غدوة وتحاضر القوتي اما صدقني بشي يكون احلى على قلبهم العسل على خاطر كل ام تتفرج في اللي قاعد ساير كما قلت في فلسطين وفي غازة تحمد ربي على التعب اللي هي موجودة فيه وبالعكس معاش تحسوا تعب تحسوا معناها تتقبلوا بكل فرحة وبكل حب نونك تحيل كل الامهات اليوم وي مارسي صباحي بس ام انتي ما عندك فالسوق متضوق لي والله الي كتحكي وتفكرت روحي كيفاش كنت مشيح الريق مشيح الريق ما يمكن لي والله الي مش بارشة اما دي ما انت انا ما كان نوعك الي نتفكر الحاجة الي لتصال الله ان هم يتفكروها في السباحة انها لما غدوا بش يارجوا يقرأ انا نتفكرها في الليل قبل ما نرقد بكي بربع ساعة نتفكر لين مختبش تمارين وما عندي قراية بش نحفظها محفظتش وانترا سيتلين بش نرقد ثمانين والي نرقد نص الليل وبعد تبدأ لبكي ويبدأ لحن نحب نرقد وما عادش نعاودها وترجع سليع الاخر وكيف كيف نعاود وترجع ريمة العادتها القديمة اي واكثر حاجة نتفكرها الدوش هذيك كتبدا امي تدوش لي مش ما نحبش ندوش تحسسها كيني تفرق في فركة سابون كتبدا تدوش لي خامش تحب رعملك شوين نحب نفك نفك اي سيدي نحب روحي خامش اي يوم الصغار يبدأوا مرعوبين مدوش بالحق صرتو انا شعري كينة طويل تبدأ تغسلي في شعري تنتشو من بعد تبدأ تمسطلي فيه ويعد تنتشو واني نبدي نبكي نعاود نحيا بجيتها اخر مرة صلعت قلت لها طو حجمولي شعري ما تخلي ليش حتى نكتة هكا زيرو قلت لها نحبه زيرو قلت لها نحبه زيرو قلت لها يزي في الدوش كل يوم وانا في كوين ما تجي تدوش لي ونشوف المر من الوقتها قررت اني يشعلي معا شان تتعولو اي مي بغي ماوس كذكرية محليهم ببارشة برشة برشة واي اي 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 ايش كالحرشة دي كالحرشة دي كالحلية كاملة ومفدوش تلمهم الكل وكي يتبرد خلبها انا نتحرك كي تعطي تنزل ما يضيع شيء بش تشوف ما يضيع شيء حتى كان فلتتك وسط الجمعة بش تشدك في الدوش لا تحية الامي وتحية الامهيت الكل ما انا امي ما تضربنيش كنا انا انا كانت ما تضربنيش جملة امي ما كن الامهيت لحنين بارشة 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 مي بابا وقت اللي يضربنا نحك لكم شبايش يضربنا رب يفضل على كل الحال اه اجبتها الروحك مدامك عملت مدامك الضربت تستاهل معناها اجبتها الروحك معناها انتي مع العنف سطورة لا لكن اعمل العمال اذا كان عمل العملة يستاهل انا 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 نقول اني الضرب ساعات تلقاه ليزو اي ساعات مش ديمة انا متضربتش مثلا مرات قليلة اما مرات قليلة حاجة مي لها معنى مر ضرب ضرب معناها لكن لكن انا اقول ساعات فما ساعات مت معناها ممكن يسر لي انو الاسلوب المرالولة لو كان ما كانش كما يلزم معاه ما عرفوش كيف يصيروا معاه المرالولة فبعدش يضربوه لو كان جاوا يعرفوا يصيروا معاه ملول ما يضربوش خطر انسان اذا كانت عرف كيف تكسير معه الضرب يكسر نفسية ايه لا يكسر حاجة هو ليه والله الي ساعات وشوف من روحي انا انت تقول انت تقول ظاهريا تشوفه هو عادي اما داخليا ما تعرش على العقد اللي انا عاني كليت ضرب ونستاهل على كليت الضرب عليش خطر كي يحكيوا معايا مرتين ما نفهمش المرض يثيرين كلا الضرب خطر فهم صغار بالحق مهما تحكي معاه مهما تحكي معاه مهما يفهموش ممكن انت من ايه انا ضد العنف مهما يكسر ومش عم فهم تربية كتسمى الضرب اه 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 اما اه اه انا ان انا انوافقة معنا نوافقة معنا في الحكي ذا اما رأى انو اه مسك العصاب الوسط معنا بين هكا وهكا لا افراطه ولا تفريض خطر ساعات فما فهم صغار فما صغار اه اه رأى وتراها عم لا يمكنها أن يتصرف في ، فم صغار فم مصنع معناه قالت عليها ان يتصرف و كيف يتصرف سبب يتحفظ جزوجنا مختلفة ولكن ندرس أما نشاهد من كيف تصرف كيف يتصرف وكيف يتحفظ وما تربيه بالطريقة. فأنا عالش قلت لك لو كان الوالدين يزاوي يعرفوا يا ربي. أما كنت يزادها ذاكا. أنا مش بسطحاد مش نتحمله. أنا كإنسان. معنى كبير متع المعد. مش بساعة مش بساعة مش نعمل. نعطيه طريحة. وليش قلت لك في البكي يبدأ يحرن الغادي ويقول لك ما طوى تخولك الحاجلية. لا يريده يبكي يبكي يخلي يبكي حتى يتفلق. أما كنتي خلي يصرح صوته. أما كنتي تصور سلعة الليس فرقة. يحل في باب الشامبون كب دو حدا منها. لا مش معقول. أما دي ما نقول صغير ما عنده حتى ذنب هو ما نخاشش كون يا ربي يبسه. أما كا صغير ما عنده حتى ذنب يبقى. على كل حال احنا دخلنا في الدجاء في المواضيع من طريقة بينما احنا نحب نصبحه على الناس بحاجة حلوة. اليوم لس تصبيح بصوت جاسر جميل. لكن صوت ما هي معروفة أنا يسميها أخت أم كلثوم الصغرى. لكن لكن هي كشخص مقلة. ومعندش معنا رباخت وعندها مش بي. ويقولوا أنها ملقعتش حفظها لأسباب كثيرة. سيدة سعد محمد في غناية جميلة برشم تعصباح إذا ما الصباح ونادانا. هاو نسمعوه الشكينة دي نشان نجاوبوه. يلزمنا نلبيه. نلبيه النداء. الغنية دي ما عندي سنين انا الله مسمعتهش. سنين الله مسمعتهش. آآ شخصيا وانا كنا نسمعوها في الإذاعة الوطنية ساعات. خاصة في صبحية رمضان. نعاش عليش عادوا في صبحية رمضان. ممكن نسخطى فيها دعاء وفيها تقرب إلى الله. في صبحية رمضان كانت تعدى باعتبار أنه فيها توجه إلى نداء توجه إلى الذات الإلهية. ونحن نتوجه إلى الذات الإلهية ديما بصالح الدعاء لخيين يا رب يخف عليهم أنزلي. دي ما نقول غزة توا خطر ما أخذها في سبق لكن في اليمن وفي سوريا وفي العراق وفي السودان وفي غيرها من بؤر التوتر. من البقايع اللي أهلها في ضيم وفي في 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 ضيم بأيديهم معنا بأيد الناس معنا ناس على يدي الناس معنا فهمت خطر من باشا ناس في ضيم مثلا الناس اللي قام عليهم الزلزال في المغرب الأقصى اللي قام تعليم الفيضانات في درنا في نظيم لكن هذي إرادة ربي معنا لا ما رد لقضاء الله لا ما رد لقضاء الله. أما كي يبدأ بعمل إنسان مني كيف يكيفه معناه توجع برشا لأنه معمي الإنسان. وذلك عليش ربي إن شاء الله يخفف منزل على الناس الكل. ومن ومن الكلام الباهي قال الراجل نمشيوا الكلام الزين اللي يدفع في الدين كيما يقولوا الولين. الكريم ما معنات بسجيع كان في ما رأيتا علي مظة لن Leyش. وانا في فيليش نحن كاي كاي كاي. فالكلمة زي نمشي للكلمة خير من استل التحدث sogar هنا. الجمعة اللي فاتت ماي عطلة، الجمعة اللي فاتت ماي عطلة، مشينا البلاسة مزيانة قدم نحكي لك مزيانة جنة على وجه الأرض، جبل وبحر ورمل، بلاسة تهزل عقد، آمل مشكلة يا ستورة، وتبهد معنا قديش عنا بلايس مزيانين على اللخر في بلادنا، ونحنا ما نعرفوهمش، ما نعرفوهمش، ما نعرفوش تونس، ما نعرفوش بالحق، وما اكتشفناهم، مش ما شفناهمش حتى في التالفزر، المشكلة الوحيدة في البلاسة هذي الوحيدة على خاطرها ريتك تمشي لها تحس روحك وتعدي فيها أيامات، تحس روحك دي كنكتي، وكانت لازمة سيختوم على الأحداث اللي صارت، ولعبات الكل تعبت، أي نفسانية، بالحق، تمشي البلاسة ما فيهاش حتى غزوم، على الأقل تنقطع على العالم وتنقطع على الأحداث، ولا تقعد بينك وبين روحك وكل، البلاسة البلاسة هذي الحاجة الوحيدة اللي لعش بتنيش، لكن اللي تقول أنت نقطة صودية فيها، ما هيش أكسيسيبل، معناها بش تدخللها تتعب، تتعب وتتعب وتخاف وكل، عليش كياسات، دونك سؤالي عليش كياسات تونس هكا؟ عليش كياساتنا؟ بكش المكينة هذي على خطر يحبوه في الفكرة، يقعدها نقوله إحنا على طبيعة وفيه غزوك الشيء؟ لا، هو فيه كياس، أما كياس كله حفر، كله حفر، كله حفر، ومتاكل ملة جنيب، ملة جنيب، ملة جنيب منا ومنا، معنا قاعد الوسطاني ترايف بالكل، وتلقى فيه حفرة، الوسطاني تلقى فيه حفرة، الله الله، جيش كون؟ فمش كون جيعة كليه، كليه، كليه كايس، ليه بالحق ستورة، سفي مالوكور بالحق، طوفنت على شمك تعاقبك، طوفنت، يتفه ديما يتفه الأمور، ديما يتفه القضايا، وعننا نحكي في موضوع مهم، 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 حتى حتى للعباد اللي عايشين غاديكا، عباد معناها، مقريف معناها، عباد شنية؟ معنا ماشي مش تتنقل بالكراهب، مش نقل بالكريطة، مش نقل بالكريطة، بالكريطة، عزيلة، سهل، زفت له مكل، الممشى هذيك، هذيك، معناها عليش، ومسافته كبيرة، 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 إن المسافة هذيك الكل ماشي ونا يدي على قلبي، خطر الكراهبة كمي مواضية، ماشي، تريبة تحك في القاعات، فيها برشة دور وفيها برشة طلعات وحبات، أي، البلاسة بسيم يعرفها كنت نحكيله عليها البراء، ميزة باختة وخطر هذيكا، ج وتهزل البحر والكل، في الثنية من بعد، في الثنية وانتي ماشي كياسات، معناه لنغم المعراض والكل، مش نالها عمناول هما وقتها يزفتوا في الكياس، عمناول وقتها يقدوا يعبدوا في الطريق، نرجعوا السناء، نلقاوا الكياس بيدو، فيه طلعات وهبطات وفيه حفرات، جديدة؟ جديدة، ادخلتنا على وزارة التجهيز والإسكان، نلقى معدل إعادة التهيئة متاع الكياسات بين سبعة وعشرة سنين، كيفيش ميلة هذة تقد عمناول، السنين ينلقاوه في الحالة هذي، معناه عمناول تقدم سنين، هم معدلهم، حنا نقوله بعد خمسة سنين، مو سبعة سنين، والله هكا موجود في وزارة التجهيئة، بعد خمسة سنين كيفي بش تلقاه؟ كيفي بش تلقاه بالحق؟ ما فهمي، مش لقاكي محالة البيستة ذيك هالي الثلاثنية اللي يلقينها اللي كيفيش متيكلة منها ومنها في الوسط فما حفرة، معناه ما فهمتش إنا هي وزارة التجهيز والإسكانة بغمان تعطي المقاولين هما اللي يخدموا، أما في الأخر ما يصيرش، معناه يثبتوا عليهم اسكو معمول بالـ فما لي نار، فما لي نار، والا إسبي إيزان ريسبيكتيه لنار هذوكا ولا لي، ما فهمتش، معناه نتفكر عمناه ولكيف مشينا وقت الكياس مسكر على خاطر يعبدو في الطرقات، وحنا فرحنا وقتا قلنا اي امور هاي بيت معناها زربية ولا هاي بيت تتجد ويقول نرجعو السنين معناها حالة مزرية، وعليش؟ علش معناه في بلادنا، اي، علش في بلادنا كل حاجة تتعمل نفرحوا بيها، لكن الفرحة ومتدومش، بالحق يا خايبة المسع، وروء الكيلومتر كما قدتكو خالت خالت على وزارة التجهيز في تعبيد الطرقات الكيلومتر يتكلف، يتكلف، يتكلف قريب العشرة مليارات، كيلومتر واحد، عشرة مليارات، معناه الفلوس هذي الكل وبعد عام نلقى، معناها الحالة هذي كما مش معقول، معناه تقول انتي هذي مثال متاع، معناها التطبيق متاع الكلمة سبعين والحق الطيء، معناها فيسع فيسع حكاية تفسد وكذي، اه، اه، كان تمشي تشوف ما يتسمى بلافيا رومانا، اللي هي الطريق الرومانية، اللي موجعوه بين قرطاج وتبصها، الأجزاء الظاهرة منها على أقل ما تردمتش ولا ما تكسرتش بفعل يفعل بفعل بفعل الهمجية معناه بتاع الإنسان، التوى، التوى بغتيكابل، التوى، التوى بغتيكابل، مالعهد الروماني، مالعهد الروماني، مالعهد الروماني، هي طريق كانت كله تغوت، تربط من تخرج من قرطاج وتبصها في الجزائر اللي وقتها كانت تبعة عهد قرطاج، يعني الطريق كامل مش معبد لأنه بدل دلاج، اه، وفي حلاق متحته، ويوريك معنا، احنا كقرينا مثلاً في التاريخ، يوريونا الكوب، الكوب متاع الطريق هذه يعني بتشوف الطبقات اللي متكونا من هالطريق هذه، قديش يحفر وقديش يجب غرق، خاطر فما كالكول، يحسبو الكالكول متاع الثقل متاع الشاغات وتاع الجيش إذا كان في حالة متعدى الجيش من غديك أو كذا، والزنجان متاع الجيش وكذا، يعملوا كالكول، قديش هذي الثقل متاعه والفريقانس معنا يحسبوها عنده كالكول يعملوه معنى وقتها في الزمن ذاك، يعني يحفر في القاعة قديش معنا المستوي ثم يبدو يفرشوا فما الجرافيي وفما الكياس اللي جاي منه احنا كلمة كيس نوع من الحجر معنا خشن تاعو كياس وفرملو ومعنا نوع طبقات ثم ينتهي هذيك كله بالدلاج يحطوا عليه دالت معنا ددال معنا حجارة كبيرة مربعة ولا مستطيلة لكن كما نقول واحنا بين خمسين وستين سانتي على خمسين وستين سانتي يتحطوا فيها يترصفوا يترصفوا بها الوحدة للوحدة ويعملوا بطريقة ماء انه يا اما على جناب من هنا ومن هنا ولا في الوسط انت والكيس يعملوا فما بقعة ينحني فيها وغرقها مش مش فيها الماء تاع انطقر ممممممممممم ما بقعة يشربك الماء تريدين اللي يتعابل حلاقة من لطا ميش ما يتفيضش بطبيعة وكل شيء هذا الكله روماني وقت الرومان معناها اسأم عملوه وكل وقت الوجود الرومان هنا ما كانت توانس عملوه ولاد البلاد عملوه بأيدي تونسية عملوه نداء لوزارة التجهيز بالحق يفسروننا علاش الكيس اللي انتي حكيت لنا عليه توا مزال بختي الكابل وعلاش الكيس اللي ينا حكيت عليه وتجد عمناول السنين لقوا فيه تلعات وهابتات وفيها حفر وكل يعطيونا تفسير علاش علاش بالحق خطر اي واحد بشي جي يخدم خدمة يتقنها يلي سمحني جييني تتقنها تخدم ضمير يلي راهوا يقعدوا في المنبا في الزوزميترو يبقوا ثلاثيام يقدوا فيه تيش الله يقولو الشهر مرحي اي واقعد حتى شهر ميسالش اما اقعد شهر اقعد شهر ونصف اما اخدم الخدمة ما تكونه ايه وهم يقسمو يبقوا يقسمو فاللقشة باللقشة يخدمو كده ايه ميسالش الميسال الي هي من بعد ذي كببتولو بالمدة ايه تتهرى خاتمها لنكدوش مع بعضهم زيدا لي لي يا خي فما كيسي تقدم ملوه لا نحكي الكلب الوحدة اللي تحكي عليه ماشي كبيرة بارشة لا فتشبه نحكي عليها لا لا معقولة لا تتتخدم في الليلة لا تتتخدم في الدنة لكنهم يعملون بطريقة الموضوع بالطريقة هي إن الخدمة ليس على قاعدة ممكن ينصر فما معنا وتخذوش من عاشنا المعنين تتخدمون من عشنا روح عنا موانتين عظام معناه بطريقة على خاطر الكيلومتر كما قد يتكلف برشا ينقص من الكو يحبوا ينقصوا دونك من عرش ما يعملوش كما انتي حكيت اكت طبقات اللي متكون منها بش في الاخر تلقى كيس معناها سوليد والكل بطريقة خلاهو اعلم ومطبقة واحدة يعملو من عشان اطاويكا شوهي نزم ان نحكي لك على قريق اللي قريدوا فعاد اما اللي انا متأكدة منه اللي ما فاماش اتقان في الخدمة سينو ما فاماش كيس بعد عام يولي في حفر وطلعاته هبطات يفسد بعد عام بعد عام ما يجيتش منه بالحق ولي ذاق يا كيفاش هو المثل متاع الاتقان في العمل لي معناه معناه اللي يخدم بارك الله بارك الله من الخدم خدمة واتقنها ولولي ينقالوا اللي يقف في باب يسدو يهدو أكل بين البنين يهدو يا تخدم بالقدية لا تخدمش مالولي قول اينا باللي كونديسيون هيدو ما ما نخدمش ولا مثلا ولا ههه على كل حال ان شاء الله ربي يدي وان شاء الله على كل حال كلامنا ما يمشيش سبهلالاك كما يمشيش كلامك هذا كما قالوا لولين بيه خالوا لولين هما قالوا لولين قالوا برشاكلة من الجملة قاعدين كل يوم تشوفوا في قالوا في على ايافام تيفي على اليوتيوب صفحة متاعنا فما كابسول تتعدى نعم مسجلة مسجلة كل يوم في حاجة المرة هدية اليوم اش نعاودوا كابسول تعدى تصوصة جمعة ويبدو انها نيلت غذاء معنا شافوها برشا ناس حسنا حسب العدد انت على العباد ينشوف يظهر لي يختاروا الاعادة انت عسبتوا لاحد اختاروا العباد شيفوا برشا جنارية ايه شنين الجنارية هذي كلين يقلوه خضرة لختشو الجنارية لكن فيما جنارية اخرى بالعرفة العرفة تونسي شباك فما شباك جنارية نوع من الشباك ايه نوع من الشباك جنارية يعليش اسمه جنارية هذي هنجموا يعرفوه جنارية ايه قال قال تعافلي خيرنا في المغرب الجنارية يسمى خرشوف 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 كارتشوف كما طلعين يقولوا لها كارتشوف الجنارية هذي اسمها كارتشوف هما كما طلعين كما اسبانيوزة كيف يقولها خرشوف فنتفكر نهار واحد مرة تونسية وتفاهم في مرة مغربية على الجنارية فتي قتلى هذي كاواهي فهل جنارية قتلى قنارية القتلى. ما بقله خذرة خذرة خاصة بينما الكلمة عرفاً عنا في المستعملة في شجر شبك تعرفوها إما تدخلوا تاويكا تشوفوا قالوا في الفجر ولا تتمنى في الكومنتر ولا تستدنوا آخر البرنامج نتاع اليوم تلا تلقاوا حلقة قالوا حول القنارية أغزا جاني لانجومون تعمل لكويز لانجومون تعمل لكويز لانجومون تعمل لكويز وخمام قلت نتعدى من الفقر قالوا لكويز نتاع اليوم اللي انتي ببيزاغ ما ومستنسى من قبل الجمعة تبدأت تنشط فيه الكويز متعمل لكويز من يأيست عند القديش وانت صعب فيها اينا صعب دليل للناس آية شئ لغنية هيت موسيقى 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 يعني عرفتها ايه بي باين شهلولة ببون شهلولة لا 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 شهلولة شهلولة رجلة اه اه الطونس موهم بعديش لكن المراذي يلا عايشها هكاسيب معنى خطي ما تقولوا لي صعبت ما يقولوا لي صعبت ليسهل تعلق المراذي هاكي هاكي يقول لي انا فنو يغني معروف الفني بتعرفو تعرفوا فنو شكونوا ليغني ادي منا نعرفوش هاكي هاكي اللي اسم منا عرفوش هاهم الغني هيا لا ما تقول شاملا خليه خلي الكويس عن الاسم اللي يغني بتاعه له غنية هذية و بالعلم نطلب الاسم المطرب مولاها الأصلي و المعارجين قرطاج مطربة عاودة الغناذي بإذن من صاحبها الأصلي نحن نحن نعرفها بصوت فنانة نحن نعرفها بصوت فنانة يا السيدة نعمة لاحاك لاحاك إن شاء الله إن شاء الله ما يحوقش يا سمع ما أقدموا ترفلي من أنت حوائجكم يحوي كفيا يا روي ذا يحب يسحرنا يحب يرمي علينا في الطلامس أجدها بخاتيك أعطيني اليوم الفيلم اللي اخترت هنا أنا مش تحكي نعليه في فيلم الصهراء ولا العشوية اللي نجعل العشوية العشوية نصهروش اليوم أيوة فيلم بش يعملوا عليه برشة جو زعمة في برشة فرحة وفي شيخة وزوجة جهين وبرشة بش يعبطوا يشتحوا كريمو أبو آوي الفيلم هو استعراضي غنائي كوميدي أهو كشامل فيها ثلاثة أول عرض ليه في الف وتسعمية وخمسين اسم الفيلم سيبوني أغني تعرفوه سيبوني أغني أنا أغنيت سيبوني يا ناس لحالي لذيك نعرفها أما سيبوني أغني هذا يحكي أخر هذا يسيدي الفيلم هذا المخرج حسين فوزي وساعده في الإخراج الممثل والمخرج حسن توفيق وبطولة الممثلين الممثلة الرئيسية شكوني حسب رأيك صبوح الشحرورة نلقاو زيدا في الفيلم ماذايا سعد عبدالوهاب ماجدة اللي هي اسمها الحقيقي عفاف علي كامل أحمد عبدالرحمن صباحي يعني تلمو اسمها تويلة اختصرو في ماجدة نلقاو زيدا اسمي اسماعيل ياسين إلياس مؤدب هاجر حمدي والممثل والملحن والمطرب إبراهيم فوزي وفاما زيدا بعديد من الممثلين اللي مثلوا في الفيلم هذين وكما قلنا هو فيلم غنائي استعراضي حسب رأيكم شكون اللي لحن الأغاني في الفيلم هذين شكون جيهين إبراهيم فوزي أي محمد عبدالرحمن صباحي دي جاوكا موجود في اللي حد في اللي آآ ماريك شلافيش لا فيلم عبدالرحمن صباحي فيلم عبدالرحمن صباحي ليه معنى مش حتين الألحى هاوكا من الأخر بالكل الموسيقى محمد عبدالرحمن صباحي بايهي جيهين طلعا انت الشاعر شكون اللي غنائل اللي عطار كلمة كتب الأغاني آآ هو شاعر مصري لكن طولد في تركيا ومعروف آآ في مصر في البرودة ذيك طولد في تركيا آآ حسين السيد لما تفيدك سبارشا طولد في تركيا حتى مش معروف المعروف آآ ما هوش معروف آآ ما حسين السيد معروف معروف آآ ومعاه الفنان مأمون شنوي وحسن توفيق ولي لحن أغنية ربيع لبنان الملحن اللبناني فاريد غص الفيلم هذه الحاجة اللي خليتني نتفرج فيه والحاجة اللي شدتني كي أنا تفرجت فيه هي الغرام ولهذا حبيت أنا نوصل مساج لكل أم وكل بو يخليوا أولادهم يتبعوهم ويأطروهم بش إنهم يوصلوا يعيشوا غرام الزوز الفنانات والممثلات الزومة اللي عاشوا في الفيلم ماذا واللي كانت عليهم الحكاية واللي كانوا هما يحصروا في الغرام متاحهم واللي صارت لهم برشة ترقف في الفيلم وكيفاش يعني عاشوا دي مومون مضحكة برشة بش إنهم يوصلوا للحلم متاحهم ولغرام متاحهم في الغناء وإلا وفي الرقص يعني حاجة تخليك إنك بخلاف إنك تضحك وتعمل الجو لكن تغوز في الأعماق متاع الرسالة اللي وجهها الكاتب والمخرج في الفيلم هذي تخليك إنك مهما يصير لك ومهما كانت الظروف ومهما كانت العقد اللي صايرت لك إنك إنك توصل تحقق غرامك وتحسن وتوصل تحقق الحاجة اللي تحب عليه اللي حلمت بها من الصغر صحيح فيلم مزين برشة في برشة أغاني في برشة استعراض صرتو الشحرورة كيفاش تغني وكيفاش عايشة المود متاحة والجو متاحة والشيخات متاحة وحتى في الحوار كي يبدأ فما حوار تحس فما حوار غنائي يعني كي يبدأوا يحكوا مع بعضهم فما غناء ما بينيتهم وكالغناء الكوميدي يعني يعني كي يبدأوا يتحاوروا مثل تتحاور هي وبوها كيفاش وبوها اللي هو فلسف ويحب الفلسفة والأدب وهي تحب الغناء وكيفاش تحب تقنعوها بش إنها تغنيو كذي بطريقة غنائية طريقة فكهية جميلة برشة حتى ننصحكم إنكم تعاديوا به العشوية فيلم جميل جدا وخليكم إنكم تعيشوا الغرامة بتاعكم وجيهين رسالة لك خلي لأولادك يعيش غرامهم ويعيش الحاجة اللي يحب عليهم خير تاريت هاي قمعتكما اللي اسمعكي يكون قمعة مساكن موجه كيفيش هو سمعت وش قال لك خمخرج غرامي اي اسمع في غرامي ايو اختار جهان خاطر جهان فمش حد لبهم عليها عاتي الحرية لأولاده خدها هي يلبس على كيف يأكل على كيف هم يتصرف على كيف أنا أمي واختي الكبيرة يغزلوا علي كيفيش نحب على راحتهم بطبيعة فم دي ميت اما على راحتهم ايا يعطيكم مصطحة مرسي على اختيار هاي احنا بعد الفاصل مش نسمو انا غم غنية من من عغاني الافلام غنية لسيدة حرية حسن من حبي فيك يا غاري يا غاري من زمان اي تحب جارها اسمعوها شاعد تقول اذا كانت في فيلم تصدر عام 1958 نحكي وعليه من بعد الشوء انتي لاجئين ما عجبتك شي لأ عجبت سي احمد حكيمة اي ان حماجه وتحية ونسلم عليه هو في بلاد الغربة في المانيا اه يخدم على روح وتوريك ويسمع فينا حب نوجه له تحية لي هو وجميع المستمعين التوينسة وغير توينسة اللي فهموا اللغة العربية وليسمعوا فينا على يسمع فيها اي فهم احلى راديو ويسمع في اغانينا اللي عادي فيهم في برانجر نحييهم قلوا ربي معاكم ربي عينكم نعرف في المانيا برد وشتاة صب وكذا ربي ان شاء الله معاكم ان شاء الله يعاونكم ان شاء الله على التقس هذية صحة لكم قال لكم بسام لكن روحة سود بسام رضو بلكم على روحكم سي احمد كثير من المتحف كما قال لي مرة واحد من طاع الخاب فما واحد مرة قال لي انتي طايح من كتاب التاريخ هو يذم فيها هو في بالو يذم فيها معناها قال لي قلوا ذيك طايح من كتاب تاريخ انا فرحان انه يطايح من كتاب تاريخ وانا غنيتي ازاي جبتم معايا من كتاب التاريخ اذاك طوام بعدش بعد المتيو والاخبار واخبار الرياضة طوام مش نحكي لكم شوية على الاغنية هذية وثبتها والفيلم اللي صارت فيه خدت الاغنية من حبي لي كليجاري معروفة برشارة اي معروفة ومسموعة وشيء ممكن يسمي تعالش سيدة حرية حسن ممكن اسم ما يطبقوش يعني لكن الغنية دي متاع فيلم اذاك علش انا اخترتها من اغاني الافلام لكن فما حاجة طرافة تربط الفيلم هذية والاغنية هذية وسيدة حرية حسن في حظاتها فمبعدش اقعدوا معانا ان شاء الله للساعة اه الجاية لتعنا مش نحكيوا فيها شوية ونحكيوا نعطيوا معلومة على اقل ساهموا بالتعريف بهالمطربة هذية وبالغنية دي وبالفيلم اللي تغنات فيه لغنية هذية كرنا عملناها كوي شنو الفيلم اللي غنية فيه سيدة حرية حسن غنية غنية نحبي فيك يا جاري ايه ما يسالش كان نلقيت ولا الجواب ما ميقلقنيش من فرح برشا كانت تفعلوا معانا متى بعدوش انا ناجع جعين في الساعة الثانية